السلام عليكم متتبعين الأوفية نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير على خير ولقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة اليوم كما تشوفوا معي سنشارك معكم الغذيوة ديالتنا عبارة على صلاة خفيفة ضريفة توجد بالمتوفر عندكم في البيت لا يوجد مقادر كثير وكذلك الكبدة مشرملة على طريقتي نتمنى أجبكم هذا الفيديو وما تنسونيش دائمان من اللي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم زوينين اللي كيحفزوني واللي أول مرة كيشوف القناة ديالي مينساش يضغط على زر الاشتراك باش يوصلوا كل جديد ونبدو على بركتي الله بالمقادر وطريقة التحضير هنا كما كتشوفوا عندي البطاطا سبق لي واصلقتها في مأموم اللح كما كتشوفوا العناصر سبق لي وحضرتهم باش ما ياخدش لي الفيديو واحد الوقت طويل ونحتاج هنا عندي الروز غلاسي سبق لي واصلقته في ماء مملاح هنا عندي كذلك خيش زوحته من قطع مربعات صغار ومسلوق وعندي واحد العلبة الزيت وهنا عندي المايونيز أنا حضرته في البيت وعندي هنا واحدة جمع القضية الزيت الزيت والمنح والأبزار باش نتبه له هذا العناصر وعندي الزيت المايونيز ونضيف العلبة الزيت 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 نضيف الزيت 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 بذلك نضيف الأشياء المطاقة يجب نزيل المواد في البيت نقوم بخلط الروز يجب أن نضيف بتبصيل لنطبع الصلاة نفرغ نصف الكمية نحاول نصرح بالمعلقة تصرح و تبرك بشكل دائري يبقى يبقى شد راسه تطبيق الجدوة سوف نضيف لها 1 جمع القاعدة و اضف الابزار و نضيف لها 1 جمع ملحة وضيف للعبزار لقى ملحة و نضيف لها ملحة ثلاثة ديال المايونيز بالنسبة للخزة نفس الطريقة شوية ديال زيت سيتون شوية ديال المايونيز شوية ديال إبزار وملح وغادي نخلطه حتى هو يعني ممكن تديروا أي خضرة عندكم بالنسبة للطبقة انتو ما كتتحكموا فيهم والأنواع ديال الخضرة حتى هما انتو ما كتتحكموا فيهم أنا يعني تشلي متوفر ليه قلت علش الله هكيا ما نصيبها شو نشاركها مع المتتبعين ديالي كفكرة هكيا الغضاء تيكون خفيف احنا غدي نحط هذا الخيز كطبقة ثانية وخليكم مع الفيديو وشكرا لكم دائما على المتابعة ديالكم كطبقة ثانية من بعد ما صرحت هذا الخيز على الوجه ديال الرز نضيف البطاطة تحت هي بهذا الطريقه هدي وغادي نحاول حتى هي نصرحها بفوق داك الوجه ديال بالصالد هدي نحاول نقدق مزيان ومن بعد نضيف الكيمية المتبقية ديال الرز هنا كما كتشوفون بعد ما كملتها بالطبقات غادي نحيت هذك الايطار غادي ندهلها الوجه ديالها بشوية ديال مايونيز بهذا الطريقه هدي ومن بعد غادي نزيانها معاكم يعني انا زيانت بالمتوفر عندي في الدار هنا غادي ناخد واحدة شريطة ديال ورق الزبدة وغادي نحاول بهذا الطريقه نتبسهم على الوجه ديال لصالد لصالد يعني طريقه بسيطه وبلتعلش لما نشاركه معاكم كفكرة هنه را عندي البارباس باقلية وحكيزها غادي نبدا ننشكلها هكاية فاقلوجه ديال شلاضة ديالنا بهذا الطريقه حتى نكمل وهنثومها معايا اشاركة ديال ورق الزبدة وغادي نبدا 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 ناحاده وتعيش الوذي ابقل الزبدة نبدا مكان نظيف انتم ممكن تديروا في اي حاجة متوفرة عندكم بحل بيض البيض محكوك او كاشير محكوك او اي حاجة انتم على حسب الضوء ديلكم وحسب الرغبة انا قدرت هنا ايه واحد شرائح ديال الكاشير هادي اننا نزين بهم بهالطريقة وشوية ديال مع النص من الفوق واتلقوا ان شاء الله مع الشكل نهائي ودوشك النهائي ديال شليضة ديالنا غادي انجوزه معاكم باش نشر ملوء الكبدة ديالنا هنا بالنسبة لعناصر اللي غادي نحتاج في الكبدة عندي واحد رابع ديال الكبدة واحد مطيشة محكوكا واحد جوج معالق تقريبا ديال مركز طماطم بصيلة واحدة محكوكا واحد ريس ديالتومة هنا في هاد المقلعة عندي فع زيت زيتون ترتكت سخن من قبل ضفتليها لكل بصلة مع التومة غادي نخليهم يتشحروا شوية مع التحرك من طبيعة الحال وغادي نضيف لهم واحد قبصة ديالالابذار وقبصة ديالالملح ونخليهم يتشحروا ليا شوية من بعد هنا راه ضفتليم ديك حبة ديال الطماطم محكوكا وغادي نضيف العطرية ديالنا عندي واحد راس معي القضية لتحمارة كذلك راس معي القضية لسكنجبير وراس معي القضية لخلقهم ما تكتروا شربنات العطرية غير القياس ويبقى على حسب الكمية اللي انتو مديرين أنا هنا ما مكتراش كما كتعرفوا رابعة را ما تيكونش فيها بثاف وغادي نضيف جوج معالق ديال مركز الطماطم وغادي نحرك هات العناصر غادي نضيف ليهم واحد نسكة زيال لما ونخليهم يتشحروا مزيان ومن بعد غادي نضيف ليهم الكبدة ديالنا مع واحد جوج معالق ديال المعدنوس والقصبر مطحونين ونغطيو عليهم ونخليهم يتشحروا مزيان ونطلقوهم على الشكل نهائي كما تشوفوا معايا هدا وشكل نهائي ديال الكبدة ديالنا من الشرملة مع ماطيشة بلاصوس ديال الماطيشة كتجيزوينة بثاف ووشكل نهائي كذلك ديال الشليضة ديالنا انتمنى ان الاعجاب ديالكم هاد الفيديو هادا وما تنسونيش من التعاليق ديالكم ومن اللي لايك والبرتاج وشكرا لكم على المتابعة والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة